ثلاثة قصص تعايشنا كلنا القصة الاولى قصة الرزق اذا انقطع رزقك وش تقول لا حاولوش ها الدنيا هذي والله ما عمري طقيت هلا جت عوجها ولا عمري هذا كلام كثير من الناس هنا يعلمك القصة الحين بيجيكم الكلام القصة دي تلامسنا كلنا ثلاث قصص تلامسنا حنها القصة الثانية فقد الاحباب فقتلك ولد معاوية رضي الله عن معاوية تعرفون كان خليفة وكان واليا يقالنا معاوية عليه السلام حكم عشرين سنة مكث اميرا عشرين سنة واصيب في اخر حياته بمرض المرض هذا يقولون كان يصيب اذا شالوا عنها اللحاف يبرد واذا غطوه باللحاف يحتر فمعاوية رضي الله الصحابي الجليل وهو قد عاش عشرين سنة خليفة واميرا فقال كلمة رضي الله عنه وارضاه يقول ما هذه الحالة التي صرت اليها وانت امير ليس اعتراضا كأن يقول الامارة لم تغني عني شيئا ويذكر ايضا ذكر التلمساني في ازهار الرياض في اقبار القاضي عياض ان الخليفة الناصر حكم الارض خمسين سنة خمسين سنة وستة اشهر وثلاثة ايام يقولون كان يكتب اليوم اللي مروا عليه ما في نكت يعني ما في هم كان يكتب من يوم تولى لين جت وفاته فوجدوا في كتب مذكراته اربعة عشر يوم مرت عليه اللي ما مر عليه فيها نكت وهو فقط كان خليفة خمسين سنة وستة اشهر وثلاثة ايام ثمانية لابد منها على الفتاة ولا بد ان تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية وهذه سنة الله في خلقه يعني الانسان احيانا تمر عليه الدنيا القصص التي مرت على موسى مع الخضر تتناسب تحكينا حين تحكي واقعنا اللي تأخر عليها الزواج نقول لها بنعطيك اليوم قصة اللي تآخر عليه الرزق بنقول له نعطيك اليوم قصة اللي يقدم في كلية في وظيفة مبعد جيتها الوظيفة حتى الان بنقول له بنعطيك اليوم قصة اللي حاول يتاجر مرتين وثلاث واربع وخمس وخسر ودخل اسهم وخسر نقول نعطيك اليوم قصة تناسب حالك فرعون اذى موسى رجع موسى بعد القصة مطمئن واثق لعلا خير الخير فيما اختارها الله تعرفون قصة الوزير الملك هي قصة رمزية ذكرها يمكن ابو حور حنا جالسين ذاك اليوم في الخيمة هي قصة رمزية لكن ذكرتها كتب التاريخ يقولون فيه ملك عنده وزير كل ما جت مصيبة على البلد قال لعله خير والملك ذا انفقعت مرارته من ذا الوزير ذا كل ما قال شيء قال خير لعله خير يقولون مرة طالع الملك يصيد معه رمح ويام شار رمح بيه بيضرب فريسته ويصق على السهم في يده وتنجرح وانجرح الملك وتعرفون تجمعت الحاشية والناس وجاء عند الوزير قال لعله خير قال خير اسجنوه انا اوريك لعله خير فلما سجنوه وداخل السجن قال شفت قال لعله خير حتى سجني لعله خير يقولون بعد ايام جت قبيلة من القبائل الوثنية هالمهبل وغزوا عندهم اي واحد يمر سافر الملك واللي يمر على طريقهم ياخذون اسما واحد وافضل واحد يقربون القربان للملك حقهم للصنم هذا حقهم فشافوا الملك عندهم ما شاء الله متيين وزيين واحمر فالقطوا الملك يام جواب يقربونه لقوا يده مجروحة يعني فيه عيب قال فكوه ما يصلح لان يده مجروحة فيه يعيب قال اه توليفهم لعله خير رجع للملك قال طلعوه والله انه صادق لعله خير لو لذا الجرح كان قصوني الرجيلي حطوني قربان للملك للصنم حقهم قال الملك للوزير ذا انا بس في حاجة ما فهمتها انت يوم منسجنت ايضا تقولي لعله خير قال لي طالع عمرك لو اني رايح معك وانت كان فيك ذا العيب خذوني انا بذلك فسجنك لي كان خيرا لي ففكني الله من الموت الخير فيما يختاره الله اذا انت ادركت قيمة الحياة وعسى ان تكرهوا شيئا هذا منهج شرعي وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واش قال الله في اخرها والله يعلم وانتم لا تعلمون